بسم الله نستهل بعث صاحب السمو الشيخ حليف بن زايد انهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة الى فخامة مانوال ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة برقيتين تهنئة مماثلتين الى فخامة الرئيس ايمانوال ماكرون